طيب تعالوا بقى الحاجة تانية مهمة جدا ايه هي متطلبات الانتاج التلفزيوني في مسألة تقنية الفار في بطولات الاتحاد الافريقي هل بتختلف من بطولة لبطولة؟ اه تعالوا النهاردة نشوف المتطلبات اللي موجودة في الانتاج التلفزيوني لاستخدام كاميرات الفار البداية بكاس الكونفيدرالية كم كاميرات فار هو الحد الادنى لاستخدامها خلال مباريات بطولة كاس الكونفيدرالية على الشاشة هو خمس كاميرات حاجة دي بتتعرض لأول مرة على فكرة بس اضطرنا نصلا للمرحلة دي عشان كمية القلش والهاري اللي بتقلل أسف من الناس اللي ما عندهاش فكرة عن الكورة خمس كاميرات في كاس الكونفيدرالية ده الحد الادنى لاستخدام كاميرات الفار لو يتعامل كده معنا زوم ايهنا على الملعب هنبص هنشوف على الملعب بيقولك ايه الكافر بلان ده توزيئة الكاميرات على فكرة جماعة ده فورمات الاتحاد الافريقي ده فورمات الاتحاد الافريقي في استخدام تقنية الفار خمس كاميرات بتتوزع بالشكل ده على الملعب كم كاميرا؟ خمسة خمس كاميرات حد أدنى طيب نروح لدور الابطال عشان نستعرى بس القيمة التسوقية لكل بطولة ازاي بتختلف من بطولة لبطولة كم كاميرا؟ تمن كاميرات في دور الابطال الحد الادنى ثمان كاميرات مش خمسة الكونفدرالية خمسة دور الابطال ثمانية نعمل زوم اين على الملعب؟ ونشوف الكافر بلان بخصوص توزيئة الكاميرات المينيموم ثمان كاميرات في موضوع دور الابطال ايه هم الثمان كاميرات؟ بصوا على توزيئة الكاميرات اولا اتنين من الكاميرا الرئيسية كاميرا على اليسار بارتفاع 16 متر كاميرا على اليمين بارتفاع 16 متر كاميرا خلف المرمى الأيصر كاميرا خلف المرمى مباشرة وفيه كاميرا خلف المرمى الأيمن وفيه كاميرا فيه مستوى خط الوسط اللي هي في وسط الملعب تحت على أرضية الملعب دول كم كاميرا؟ 8 كاميرات دي التوزيع بتاعته 8 كاميرات 8 كاميرات دول متوصلين بعربية الفار ومتوصلين بعربية التلفزيون وقت ما بيبقى فيه مراجعة للعبة فار مخرج المباراة بيخرج بره الإطار خالص والفار والإيه فار في العربية بتاعتهم معاهم أوبريتور بيقدر يعيد ويقطع ويتفرج ويقول للحكم تعال أنا عندي لعبة محتاجة مراجعة فيها شك تسلل فيها شك ركل الجزاء فيها شك تعدد خط المرمى فيها على حسب الحالة اللي موجودة مع حكم الفار طيب لما بتيجي تعيد اللقطات دي كلها من خلال الكاميرات دي هل المخرج بيقدر يتحكم؟ لا زي ما قلت مباراة المخرج قوت بره المشهد المخرج بيستنى وبيتفرج الفار هيعمل إيه؟ وساعتها بيبقى مخرج التلفزيون على العربية عنده بيبقى شايف إن اللعبة بتتعاد كذا مرة بس ما يعرفش الفار بيقول إيه للحكم وما يعرفش المستند اللي الفار هيدي للحكم آني واحد لغاية لما بيوصلوا للنتيجة ما بين الفار وحكم المباراة وبعد ما بيوصلوا للنتيجة حكم الفار بيصدر الصورة اللي هو المستند زي ما بيقولوا عليها في الحالات التحكمية وبيديها للمخرج إعرض ديه للسادة المشاهدين لأن الجمهور جزء من اللعبة فين بقى المخرج بدور المخرج؟ حد عارف الموضوع ده؟ لا حد عارف عدد الكاميرات في دور الأبطال ديه؟ تمن كاميرات حد أدنى لو سبع كاميرات الفار في مشكلة ما يتلعبش ما يتلعبش المباراة اللي على اللي مين؟ الكونفدرالية واللي على الشمال دور الأبطال تقنية الفار في دور الأبطال بعدد الكاميرات أكتر عشان تقدر النتائج تكون أفضل لأن ديه المسابقة الأهم ديه المسابقة الأكبر ديه المسابقة المؤهلة على مستوى الفيفا لكاس العالم للأندية ففيه اهتمام أكتر في موضوع التقنيات ده مهم من يقوله للناس مش واحد يطلع في عربية ولا واحد قعد في كنبة بيقول أي كلمتين ياخد عنهم أي فلوس وفي الآخر في النهاية بيعملوا مشاكل وتعصوا ما بين الجماهير للأسف احنا وصلنا للمرحلة ووصلوا بها لإعلام الرياضي المصري للمرحلة صعبة جدا مع احترام الكامل لمين اللي بيطلع يتكلم سواء لعيب كرة سابق أو حتى واحد ما عندوش فكرة عن الكرة أو واحد عايز يبقى ترنده خلاص بيتقال كلام غلط عارفين لما تطبع كمان تقنية النصف آلي كل الأدوات دي مش هتبقى مع المخرج أساسا بقى إيه رأيكم تقنية النصف آلي لو اطبقت المخرج أدوات التقنية مش عنده الشاشات اللي خاصة بنتيجة عرض أو نتيجة الحالة في تقنية النصف آلي مش عند المخرج عند الفور بس كل ما على المخرج أنه هو ياخد الحالة في نهايتها ياردها للناس هو ده دور المخرج يا جماعة طيب نرجع بقى بما أنك كلمت على الحالات دي وشرحت لكم الكاميرات ما كانها فين فاكرين مباراة الأهل والزملك لما تقال لك كرة ندفد ما تعدتش والمخرج ما عادش اللعبة فبالتالي الفور ما تدخلش عشان تعرفوا الجهل وصل لأني مرحلة المخرج ما عادش بس الفور عاد اللعبة وشافها مرة واثنين وثلاثة بالكاميرات دي على فكرة بالكاميرات دي مع الشركة اللي بتطبق الفور في مصر هي نفس الشركة اللي بتطبق الفور لما يجي تلعب مباراة إفريقية في مصر نفس الشرك فنفس الأدوات آه ممكن الكاف يزود يعني الكاف ممكن يجي في مرحلة معانة يزود في الأدوات ويدفع تكاليف على أدوات أعلى عايز يطبق تقنية خط المرمى عايز يطبق تقنية النصف ألي هو حر ولكن بالتقنيات دي حكم الفارف وماتش الأهل وزمالك عادل لقبة مرة واثنين وبلغ كابتن إبراهيم نور الدين قال له مفيش حاجة مش معنى بقى إن المخرج معتش فالفار ما تدخلش غيروا الثقافة شوية اقروا اوصلوا للمستندات الرسمية دي عشان تقولوا للناس معلومة صحة بلاش تلعبوا أهل وزمالك ماتش مازمبي والآله لا يعني أي حد أنا مش أقول يعني أي حد من نادي منافس لا يعني أي حد ببيشجعش الآله إنه يتكلم فيها يا سيدي أنت شجعت مازمبي زعلت إن مازمبي يخسر خلاص الماتش خلص اقفل الصفحة بقى واسقط وبعدين اقفل الصفحة واسقط لي ما كان عندك مبارح نهائي كأس الكبوس لأن دال إفريقية لكرة اليد فاينال زمالك وترجي شغلت الرأي العام كله بمبارات الأهل ومازمبي وحتى مركزتش مع فراك اللي بلعب فينال لا بس لازم نطلع نعمل بس مباشر مع العربية لازم نعمل بس مباشر من على كلبة الصالون لازم نعمل أي حاجة لازم نبقى ترند لازم نعمل أي مشاكل للأهلي لازم نصدر أي أزمة للأهلي وخلاص هو ده بقى القصة وهو ده بقى الهدف أعتقد موضوع الفارك اتقفل من هنا المطش الترجي أي كلام هيتقال تاني خلاص كده احنا وضحنا للناس الفارك بيعمل إيه الكاميرات قد إيه الكاف بيشتغل إزاي المخرج دوره إيه الموضوع هيتقفل ومحدش يفتحه تالي لأن كفاية بقى بعد كده هتبقى القصة راحة في إطار مش كويس خالص وفي ناس هتزعل بعد كده من اللي هيحصل ده واحد